خطر يهدد حقوق المرأة والطفل في العراق هكذا علق موقع دويتشافيلي الألماني في تقرير له بشأن محاولات بعض الأحزاب إدخال تغييرات على قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها منذ عام 1959 والتي توصف بأنها الأفضل في منطقة الشرق الأوسط التقرير الألماني أكد أن التغييرات التي تصر كتل سياسية على إجرائها ستسهم في حدوث انقسام في المجتمع العراقي وقد ترسخ الطائفية وتقوض النظام القضائي العراقي المسلوب الإرادة أساسا بحسب منظمة العفو الدولية كما أن توقيت الدعوة لتغيير هذه القوانين جاءت بعد انسحاب منظمات أممية من العراق وهي يونامي ويونيتاد معهد تشاطم هوس البريطانية أشار إلى عدة أعوام مضت شاهدت محاولات لإدخال التغييرات على الأحوال الشخصية لكنها لم تتحقق وقتها إلا أن المحاولة الجديدة اليوم قد تمرر بسبب الصفقة المبرمة بين القوى السياسية وربط الأمر بقانون العفو العام المعهد قال إن أحزاب السلطة في العراق التي تعاني من أزمة وصخط شعبي بسبب فشلها في إدارة الدولة تحاول استخدام مشاريع القوانين لظنها بأنها بمقدورها كسب شرعيتها الأيديولوجية بين ناقبها من خلال استغلال الدين بعد استمرار مقاطعة أغلب العراقيين للانتخابات الأحزاب الطائفية والتي لمست رفضا شعبيا نواسعا لتغيير قانون الأحوال الشخصية لجأت عبر منصاتها الإعلامية المعروفة بالتوجه والانتماء نحو شن حملات تحريض ضد الناشطين بسبب آرائهم من مشروع التغيير بحسب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية والذي رصد تصاعدا في خطاب الكراهية والتخوين ضد المحامين ودعا للحفاظ على حقوق المرأة والطفلة في بلاد باتت الانتهاكات فيها مبررة تحت بند القدسية ترجمة نانسي قنقر